استمع عضواء مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي وعثمان مجلي بالعاصمة عدن من رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبو بكر السقاف عن دور الجهاز وتمكينه والبحث في أليات الرقابة الفعالة على أموال الدولة ومتابعة أذاء الجهاز التنفيذي على المستويين المركزي والمحلي وأكد المحرمي ومجلي أهمية سير عمل جهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمعنى العملي والرقابي والنزول الميداني والحفاظ على التصحيح مؤسسات الدولة واستغلال الوضع الهش الذي تعانيه الدولة نتيجة للتدمير الممنهج الذي قامت به المليشة الحوتية في حربها على الشعب والمؤسسات ومشددا على جعل العام الحالي لمحاربة الفزاد واجتتاته وتصحيح مكا من الخلل واستغلال النفوذ والعبد بالمال العام والتطهير ذلك في قطة الجهاز التنفيذية وتجاوز الصعوبات التي تواجه أذاء الجهاز في أذاء مهامه ومسؤولياته ترجمة نانسي قنقر